الفيديو ده هيكون مهمة جدا لكل شخص مستني ومتابع وعايز يقدم على منحة الممولة بالكامل للدراسة في المانيا. خلاص هانت قوي وقربت قوي والمنحة خلاص قربت تفتح ان شاء الله بتاريخ خمستاشر مايو عشرين اتنين وعشرين. طبعا الفيديو ده احنا عاملينه علشان خاطر نقول للناس المفروض يعملوا ايه ويجهزوا ايه من دلوقتي لمنحة اس بي دابليو برلين علشان خاطر تكون محضر نفسكم استعد وتكون من اوائل الناس اللي بتقدم على منحة اس بي دابليو برلين. خلي بالك اني زي ما قلنا وبنقرر تاني المنحة هتفتح بتاريخ خمستاشر مايو عشرين اتنين وعشرين. وفي سؤال بتسأله دايما في الكومنتات من الفيديوهات السابقة عن منحة اس بي دابليو برلين وهو هو انا لازم اقدم على المنحة اول ما تفتح الاجابة لا. طيب ليه لا? كل منحة لها تاريخ بتبدأ فيه وتاريخ بتنتهي فيه. هو مش عامل لك ده عشان يقول لك قدم على المنحة بسرعة عشان تتقبل. مش بيقول لك لو قدمت بسرعة اول واحد فانت هتتقبل لو قدمت في الاخر انت هتترفض. لا. هو حاطة مدة. موعد بدء للمنحة وموعد انتهاء للمنحة. يعني بتقدر تقدم في اي يوم من بداية انطلاق التقديم على المنحة الى اخر يوم في المنحة بيستقبلوا الطلبات. فلو انت فاكر انك انت لو قدمت متأخر فكده انت هتترفض. الايجابة طبعا لا. ما فيش علاقة بين امتى انت بتقدمت والقبول والرفض. طيب بالنسبة للسن بالنسبة للسن تقدر تقدم على المنحة دي. لو سنك تمنتاشر سنة تسعتاشر سنة عشرين واحد عشرين لغاية تلاتين سنة. يعني لو انت مسلا سنك تلاتين سنة دلوقتي بتقدر تقدم. واحد وتلاتين للاسف بيكون صعب. يبقى من تمنتاشر سنة الى تلاتين سنة بتقدر تقدم على لمحة للدراسة في المانيا. ايه هي? الجامعات اللي اقدر اقدم عليها او اكتبها في بتاعي وانا بقدم على تقدر تكتب اي جامعة من الجامعات. اللي اما في بيرلين او في بوتسدام. ما ينفعش انك انت تقدم على اي جامعة من الجامعات اللي موجودة في اي اماكن في المانيا تانية او اي مدن تانية في المانيا. يأما جامعة من الجامعات الموجودين في بيرلين او جامعة من الجامعات الموجودين في طيب برضو احنا خلال الفيديو بتاعنا هنعرف مع بعض شوية تفاصيل اكتر وهنعرف مع بعض هي المساندات اللي احنا المفروض نجاهزها عشان خاطر نقدم على المنحة دي. ولكن حابب في البداية اعرفك اجابة للسؤال اللي انت هتسأله لي وتقول لي. مين يقدر يقدم على المنحة دي? لو انا طالب في تلت سنة واقدر اقدم ولا? لو انا خلصت سنوية عام اقدر اقدم ولا? طب لو انا خلصت ينفع ادرس سنة ولا? طب لو انا خلصت ماجستير ينفع ادرس ماجستير تان ولا لا? كل الاجابات دي هجاوبك عليها دلوقتي. لو حضرتك عايز تقدم على بكالوريوس. تقدر تقدم على بكالوريوس امتى او ازاي? تقدر تقدم على بكالوريوس لو انت طالب دلوقتي في الصف الثالث السنوي. لسه ما خلصتش سنوية عامة. بتقدر تقدم على المنحة بحيس انك انت تدرس بكالوريوس. هتقول لي طب هقدم ازاي ده انا مش معايش هادة التالت سنوي. لسه ما خلصتش. بكل بساطة ذكرت لك قبل كده في فيديوهات سابقة انك انت لو في اخر سنة في السنوية العامة في تالت سنوية يعني وعايز تقدم على فانت بتقدم. اثبات يدول انك انت في السنة الاخيرة من السنوية العامة بتاعتك. وبيان درجات الصف الثاني السنوية. تمام كده? يبقى ده لو انت في اخر سنة في السنوية العامة. طب انا خلصت سنوية عامة بالفعل. ينفع اقدم? طبعا ينفع تقدم لدراسة البكالوريوس. طب انا دلوقتي بدرس في كلية. وعايز اقدم على المنحة دي. ينفع اقدم? ايوة ينفع تقدم على المنحة دي. طب يا ماريو هو انا لو قدمت على المنحة دي. هكمل دراسة ولا هبدأ دراسة من الاول? الاجابة بكل وضوح هتبدأ دراسة من الاول. طيب جميل. لو انا خلصت بكالوريوس ينفع اقدم على بكالوريوس مرة تانية? الاجابة نعم. طب اقدر تقدم على بكالوريوس مرة تانية. جميل. طب لو انا خلصت بكالوريوس ينفع اقدم على مجستير? اه ينفع تقدم على مجستير ودي هتكون خطوة حلوة انك انت تبدأ تاخد مرحلة دراسية تانية ما تبدأش دراسة من الاول دي وجهة نظر شخصية لكن انت خلصت تاني مع المنحة دي ما فيش اي مشكلة اطلاقا طيب اقدر اقدم على امتى تقدر تقدم على لو انت خلصت زي ما احنا للسائلين دلوقتي تقدر تقدم على لو انت في اخر سنة في البكالوريوس هتقدم له باثبات يدون انك انت في اخر سنة في البكالوريوس وبيان درجات السنوات الدراسية الصبقة بتاعتك يعني لو انت مسلا في سنة رابعة كلية والكلية بتاعتك اربعة سنوات فانت بتجيب له بيان درجات الصف الاول والتاني والتالت في كلية بتاعتك يعني سنة اولى جامعة تانية جامعة تالتة جامعة واثبات انك انت في سنة رابعة جامعة تقدر تقدم على برضو لو انت بتدرس ماجستير حاليا وحابب تدرس ماجستير بتاعك في المانيا ولكن في الحالة دي انت تبدأ الماجستير بتاعك من الاول. وبرضو تقدر تقدم على ماجستير لو انت كنت حصلت على ماجستير بالفعل. اهم حاجة من سنك يكون ما بين تمنتاشر سنة الى تلاتين سنة. طبعا نتيجة تسألني سؤاله وتقول لي ايه هي الكليات اللي نقدر نقدم عليها? وانا لو انت لاحظت من كلامي قلتلك تقدر تقدم على اي جامعة من الجامعات الموجودة اما في برلين او في بوتسدام. انا يا ماريو بسألك عن الكليات. مش بسألك عن الجامعات. كميل جدا. وانا بقول لك مرة تانية. تقدر تقدم على اي جامعة من الجامعات الموجودة اما في برلين او في بوتسدام. طب ليه انا ركزت على جزاية دي? بما انك تقدر تقدم على اي جامعة من الجامعات الموجودة في برلين او بوتسدام. فانت لازم تكون عارف كويس ان الجامعات اللي موجودة في برلين او في بوتسدام بتشمل العديد من التخصات المختلفة. يعني مسلا ممكن جامعة يكون فيها طب. ممكن جامعة ما يكونش فيها طب فيها هندسة. يبقى انت هنا لما بقول لك تقدر تقدم على اي جامعة من الجامعات الموجودة في برلين او بوت الزام تفهم ان في عدد من الجامعات اللي بيوفر كلياته تخصصات مختلفة. يعني هقدر لها الطب ايوة تقدر تلاقي الطب. هقدر لها هندسة ايوة تقدر تلاقي الهندسة. هقدر لها صيدلة اسنان طب بطري تجارة علوم. اي كلية من الكلية تقدر تلاقي واحدة من الكلية اللي انت حابب تقدم عليها طالما هو فتح لك المجال وبيقول لك تقدر تقدم على اي جامعة برلين او في بوت الزام. طيب هنيجي بعد كده عايزين نعرف اي هي المميزات بتاعة المنحة دي. وانا ذكرت لك في بداية الفيديو وزي ما بيكون موجود على المعاقر الرسمي كل سنة وزي ما بنشرح كل مرة في كل فيديو يخص منح ان المنحة مموالة بالكامل. طيب مموالة بالكامل انا عايز اعرف المنحة دي بتشمل ايه. اولا بتغطي لك جميع تكليف الصفر زهابا واياما. تاني حاجة بتغطي لك جميع تكليف الدراسة بتاعتك. تالت حاجة بتوفى لك راتب شهري. رابع حاجة ان هي بتوفى لك التأمين الصحي. وخلي بالك ان هما كل سنة بيكونوا كاتبين ان الراتب الشهري بيصل الى خمسمائة وخمسين يورو شهرين. طيب جميل هنيجي سؤال مهم وطبعا دايما بنتسأله. لغة الدراسة. انا هدرس باي لغة? اللغة الانجليزية ولا اللغة الالمانية? وهل في سنة تحضرية لتعلم اللغة ولا لا? اجابة السؤال ده بالنسبة لغة الدراسة هتكون ايه? حضرتك لغة الدراسة دي بتكون معتمدة على البرنامج اللي انت هتدرسه في الجامعة اللي انت هتختارها علشان خاطر تروح تدرس فيها. البرنامج اللي انت عايز تدرسه. حسك تهدي معي. يعني انت هتختار برنامج في الجامعة معينة. على حسب لغة البرنامج ده ايه? هتدرس البرنامج ده. البرنامج والله بيقدم باللغة الانجليزية هتدرسه باللغة الانجليزية. البرنامج بيقدم باللغة الالمانية هتدرسه باللغة الالمانية. كان في سؤالة قبل كده بيقول هو في سنة تحضرية لتعلم اللغة الالمانية ولا لا? في ناس اختلفت في اجابة السؤال ده. ولكن كان الرد من قبل اللي هي المؤسسة المنحة للمنحة دي ان هم بيوفره سنة لتعلق اللغة الالمانية. ولكن الكلام ده كله برضو نقدر نتأكد منه تاني عن طريق ان احنا نرسل ايميل نعرف منه تأكيد للكلام ده ونعرضه على حضراتكم ان شاء الله لو انت حابين حاجة زي كده ممكن تكتبولي فيه التعليقات وان شاء الله اقرأ التعليقات بتاعكم بناء عليها ناخد الاجراء اللي احنا المفروض نعمله علشان خاطر نوضح لحضراتكم كل حاجة بالزبط. هنيجي بعد كده الجزء المهم في الفيديو بتاعنا. واللي دايما الناس بتختلف عليه. مع ان الكلام ثابت وواضح وصريح وموجود على الموقع الرسمي مفسر نفسه ولكن الناس بتفضل تتساءل. ايه هي المسندات اللي انا المفروض اقدمها في منحة برلين. ايه هي الحاجات الاجبارية? ايه هي الحاجات الغير اجبارية اللي انا ينفع اقدمها وينفع ما اقدمهاش. ركز معايا واسمع الكلام اللي انا هقوله لك. اولا مطلوب منك انك انت تملى الابليكيشن الخاص بالمنحة دي. جميل كده ولما يفتح المنحة ان شاء الله بتاريخ خمستاشر مايو هتلاقيني ان شاء الله بشرح لك ملق الابليكيشن خطو بخطو. جميل. خلصنا من موضوع ملق الابليكيشن وده اجباري. هيكون طالب منك السيرة الزاتية وهنا السيرة الزاتية لازم تعملها على الطريقة الاوروبية. لانك انت بتقدم على الالمانيا واحدة من الدول الاوروبية. فمن البديه انك انت بتعمل السيرة الزاتية على الطريقة الاوروبية. تالت حاجة وهي الخطاب التحفيزي. وده متطلب اجباري وما ينفعش تقدم عن منحة دي من غير الخطاب التحفيزي. يبقى ان السيرة الزاتية الخطاب التحفيزي من المتطلبات الاكبارية. وطبعا الصورة الشخصية الجميلة بتاعتك اللي بخلفية بيضة واللي يترفقها في بتاعك. طيب ذكرنا الحاجات الاكبارية. هل جواز الصفر متطلب اكباري ولا? جواز الصفر هو مش طالبه منك كمتطلب اكباري. ومش طالبه منك كمتطلب اختياري. يعني لو انت معك جواز صفر بتقدر ترفقه. لو مش معك ما فيش اي مشكلة. بس خليك عارف حاجة وهي ان جواز الصفر لما ربنا اكرمك اتقابل هيكون مطلوب منك. لانك طبعا زي ما انت عارفه الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام جديد. هتسفر من بلدك لالمانيا انت محتاج جواز صفر. خلي بالك من حاجة مهمة تانية اكبارية هي بيانة درجات. وزي ما قلنا لو انت كنت خلصت المرحلة الدراسية اللي انت بتدرسها يعني مسلا خلصت سنوية عامة وتقدم على هيكون مطلوب منك طبعا بين درجات السنوية العامة. لو انت مسلا خلصت وبتقدم على ماجستير يكون مطلوب منك بين درجات البكالوريوس. الا طبعا ازا لو انت كنت في اخر سنة في السنوية عامة قلنا بيان درجات الصفر الساني السنوي. ولو انت كنت لسه في اخر سنة في الباكالوريوس هيكون بعيد درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الباكالوريوس. ده متطلب اكباري. طيب بعد كده بالنسبة لشهادة اللغة الانجليزية او الالمانية. هل دي متطلب اكباري? الاجابة لا. دي مش متطلب اكباري. دي متطلب اختياري. ولما يفتح المنحة بتاريخ خمستاشر مايو اخليك تشوفها بعينك. ان وجد? لو معك بطي يقدر ترفقها. لو مش معك ما فيش اي مشكلة. بالنسبة للمساندات الدعمة. زي مسلا حصلت على تدريب. حصلت على كورس. حصلت على انجاز معين. المهم من الحاجة دي ليها شهادة. حضرتك معك بتقدر ترفقه. لو مش معك ما فيش اي مشكلة. ليه? لان هو بيقول لك ان وجد. كمان بالنسبة لكشف الحساب البنكي. لو حضرتك عندك كشف حساب بنكي لصف داخل الاسرة والدك او والدتك بتقدر ترفقه. لو مش معك برضو هو بيقول لك ان وجد. تمام? ركز في الحاجات بتاعة اجباري ولا ان وجد. وفيه مستند تاني مهمة جدا. وبرضو الناس بتكون تايها فيه ومش عارفة تعمل ايو ده اجباري ولا اختياري. مبدايا كده المستند ده اختياري. ايه هو المستند ده? المستند ده وهو جواب قبول من جامعة من الجامعات اللي موجودة اما في برلين او بوتس دام. طبعا الناس بتسأل كتير وبتقول هو الجواب ده اجباري ولا اختياري. لازم احصل اجاب قبول من جامعة مجموعة في برلين او بوتس دام قبل ما قدم على منحة ولا لا? الاجابة انت مش مفروض عليك انت مش شرط اساسي عليك انك انت هيكون معاك جواب قبول من جامعة من الجامعات الموجودة في برلين او بوتس دام. هو بيقول لك ان وجد يعني لو معاك بتقدر ترفقه مع الملفات اللي انت هترفقها لما تقدم على المنحة لو مش معاك ما فيش اي مشكلة. فمفيش اي داعي اطلاقا ان حضرتك تحط نفسك في حيرة وهو كاتب لك على الموقع الرسمي بمنتهى الصراحة وكاتب لك انه وجده الكلام ده كله انا زي ما انتم متعودين انا مش جايبه من عندي الكلام ده كله اخليك تشوفه بعينك وبنفسك من على الموقع الرسمي يوم خمستاشر مايو ان شاء الله لما تفتح المنحة. فبكل بساطة عايز تقدم على جامعة من الجامعات الموجودة في برلين او بتزدام وتحصل على جواب قبول خلاص تمام هتقدر تقدم عن طريق ان انت تستوفي الشروط الخاصة بالجامعة من ناحية مسلا ازا كانوا طالبين جاءوا صفار بان درجات حساب مغلق ايا كان المتطلبات اللي هتلبوها منك. لو انت مش عايز تحط نفسك في كل التوتر ده وتستنى بتقدر تقدم على المنحة بكل بساطة بتدخل الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها وبعد ما بتحصل على قبول من المنحة نفسها اللي هي مؤسسة في الحالة دي بتقدر تقدم على قبول جامعي. لو انت عايز تسألنا على رأيه الشخصي. رأيه الشخصي ليس اكثر. قدم على المنحة اولا في حالة تحصلك على المنحة تقدر تقدم عليك قبول الجامعي. ولكن برضو الاختيار يرجع لحضرتك. حبيت ان انا اوضح لك كل حاجة تخص منحة عشان تحضر نفسك كويس. اتمنى ان الفيديو كان واضح. لو عندك اي سؤالة او اي صفصار. انزل تسوفوا في الكومنتات احاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. متنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعكم والشراك في القناة. اشوفكم على خير ومع السلام.